ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله في حالة السكر مرفوق بفتاة كان يسوق سيارته بسرعة في الاتجاه المعاكس في زنقة الزرق طوني قبل ان يفقد السيطرة عليها ويصطدم بمجموعة من السيارات المركونة وصيارة الاجرى في محطة الطاكسيات الصغيرة الى جانب محل لبيع اسلحة الصيد والدخيرة الذي تعرض بدوره الخسائر مادية هذا وقد خلف الحادث الى جانب الخسائر المادية اصابت شخصين احدهما وصفت اصابته بالحريجة والدين نقل على وجه السرعة لتلقي العلاج بمستعجلة مستشفى الرازي بينما باشرت مصالح الامن تحقيقها في ظروفهم ملبسة الحادث ويشار الى ان الحادث استنفر السلطات وعناصر مصلحة حوادث السير وعناصر القوى العمومية التابعة للمنطقة الامنية الاولى والوقاية المدنية وتم اثرها مباشرة الاجراءات القانونية رغم امتناع مرتكب الحادث في البداية عن الادلاء بوطائقه